أما بالنسبة لتطور كتابة حروف الإطباق فكانت حروف الإطباق الأربعة تكتب متماثلة في الخط إذا اتصلت بما بعدها وكانت تفريق بينها بالسليقة وحسب السياق لاحظوا إخواني هذه الحروف الأربعة الصاد والضاد والطاء والضاء وهي حروف الإطباق كما ذكرنا هذه الحروف الأربعة كانت تكتب بصورة واحدة وبشكل واحد إذا اتصلت بما بعدها فهذا الأمر في الحقيقة يسبب إشكالات عديدة ويسبب الخطأ لدى كثير من الناس فلا يصح مثلا أن تبقى هذه الحروف الأربعة متماثلة في شكلها فما العمل في هذه الحالة قام العلماء بإطالة سنة الطاء والضاء في هذه المرحلة إذن هذه المرحلة الأولى قاموا بإطالة سنة الطاء والضاء فصرنا نميز بين الصاد والضاد من جهة وبين الطاء والضاء من جهة أخرى لكن لا زال هناك لبس لبس بين الصاد والضاد لا زالتا متماثلتين وكذلك الطاء والضاء لا زالتا متماثلتين ما العمل في هذه الحالة؟ فرق بين الأربعة بنقط الضاد ونقط الضاء ففي هذه الصورة الآن لم يعد هناك اشتباه بين هذه الحروف الأربعة فصار للصاد شكل وللضاد شكل مختلف وللضاء شكل مختلف وكذلك للضاء شكل مختلف